موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا غير الكاذبة يا غير الكاذبة اشتركوا في القناة من مشارق الشمس الى مغربها ومن الشمال الى الجانوم كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها تفضل يا رب ميحهم واغفر لهم فانه ليس حق طاخر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا عام الارض اما هم اخذت نفوسهم نيحهم ولستحق ملكة السموات اما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك اما هم وعطيهم وإيانا نصيبا وميروثا معك فتي قدسي قدسي اعلم يا رب مرح دهني يا رب مرح зяي دعنا يا رب مرح يا رب مرح اشعر يا رب مرح يا رب ملاوس كيف يطريح يا رب ملح يا رب مرح لذلك كنه لذلك ليا معك فتي لذلك نقل اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خزاقنا اشتركوا في القناة 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 e non lo dirono perciò beati sono i vostri occhi perché vedono e beati le vostre orecchie perché odono rendici degno Signore per le preghiere dei tuoi santi di ascoltare e osservare il tuo santo Vangelo pregate per la diffusione del santo Vangelo che ti insegna ricordati oh Signore di tutti coloro che ci hanno raccomandato di ricordarli nelle preghiere e nelle suppliche che ti innalziamo Signore nostro Dio concedi riposo ai morti e la guarigione agli infermi poiché per tutti noi tu sei la vita la salvezza, la speranza, la guarigione e la risurrezione Salmo su di Bidalia Salmo su di Bidia Salmo su di Bidia Dio اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 لا بقدرته اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويقول انا اشتركوا في القناة 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 انا اضع كل فكري وكل امكانياتي وكل شعبك بين يديك فنام اشكر الاباء الاسقفة اللي جم وفحملوا الصفر وجم عشان يفرحوني ويباركوا الشعب انا بفرح جدا لما الاباء الاسقفة تبقى بسننا لانه انتو بتاخدوا بركة مش بتاخدوا بركة بس اسقف واحد ولكن الاباء كلهم لما بييجوا بنحس ان احنا لينا عزوة عزوة لدى الله كل الاباء دي بترفع زبائح وبتوقفوا قدام ربنا تصلي فلما تيجوا كده وتسلم على الاباء الاسقفة واحد واثنين وثلاثة واربعة كل اسقف بتسلم عليه شد في ايده اوه عشان تاخد بركة عشان تقدر تعيش بيها شوية لحد ما ايه ييجوا تاني ويباركونا تاني وقت في ايه نفيه جدا واحد خدمين جدا استطاقنا بريض قليل طلب وضع حيط ليش وضع وضع يعني حيط وضع 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 من بس لس وذر لكن... أنا أكبر أن معني شرد على طلب من وجه سيد من قلًا على ط المسان السيمين ، عماً فأس جيدامين سيدي اضافة ومن طلب من وجه سيد ، الذين هم سأتي بها في هذا المنظر أشكركم أيضاً أشكركم أيضاً الذين هم نظرون في الوقت الذين هم نظرون ومثلون هم نظرون هذه المنظر هي سيطرة ولكنها مباشرة كما point de vue ومستقراتي وأشكركم أيضاً ناس دائمان الحياة بن إنسان شكورهم هم المصاورين والبن إلوه ترجمة نانسي قنقر 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 وللأدب دي سهل، ممكن. لكن عشان تقود إنسان نحو السماء ونحو خلاص نفسه، دي صعب جدا. صعب جدا. أين السلطان ممكن يساعد الأسر فشان يعمل حكذا كده؟ إلا نعمة ربنا وإرادة الإنسان. ونحو نعمة ربنا وضع البيان. عواماً على الإنسان وسيقائي دي سيارة. للمنسان، سمسكين دي سيارة، سمسكين دي سيارة، سيارة، وليست سيارة. كم يتدعي دي سيارة، بسيارة تكاثمين، سيارة. alors devant nous on a beaucoup de travail tout simplement pour le salut de nos âmes c'est ça qui compte sur la vie et c'est ça que Dieu pense à propos de faire naître un diocèse un diocèse c'est tout simplement pour que la communauté essaye toujours de viser le royaume des cieux هدف الأبروشية هو أن جماعة من الناس تهتم بخلاص نفسها لو سمحتوا لو أنا نسيت خلاص نفسي فكروني به ومحدش يزعل مني أنه في موقف من المواقف أذكره بخلاص نفسه دي أهم حاجة مش البنى مش الأنشطة كل الحاجات دي وسائل أشان خلاص نفسنا كل شوية أذكروني به وكل شوية أذكركم به مشحة أذكروني به ولكن مش الأنشطة من يزعلوني هذا وكل شوية أذكروني به وكل شوية أذكروني به يتفحينه كل شوية أهدا كل ما يجبوني هو أنت فوقي تم تساوسي أن تساوسمي أن تساوسمي من خلاص نفسي نهارم نuciones خلاص نفسي ويجب أن أعلاد ويجب أن يساوسمي ويجب أن أتمنى ويجب أن أصلاح شكراً لكم جميعاً شكراً لكل الحضور شاكر محبتكم وأرجو تذكروني دايماً في صلاتكم شكراً لأبائي وحلوني وذكروني طلب مني نيافة الأنبا كريلس نقول الكلمة اشتراكت قبل كده في احنا اخوات مع بعضينا وبناختم مع بعضينا في أوروبا الأباء بتوع أساقفة أوروبا نحتوا في الصخ وكل أسكف من أساقفة أوروبا بينحت في الصخ نيافة الأنبا كريلس وكان يقاعد في كرافان سنين طويلة ما يبصش للنفس وكان يبصش للخدمة فالكلام اللي هقوله أنا قلت قبل كده نيافة الأنبا دميان في تجليسه وهقوله تاني بفكر نفسه زي ما سيدنا بيقوب يوحد بفكر نفسه كلمة أسكف باللغة العربية هي أربعة حروف ألف وسين وقاففة ألف يعني إبوة إبوة بكل معانيها يعني إيه إبوة بكل معانيها يعني القبر بيدي بيخفى بيسطر بيسنت بيأول لكن زي ما يكون فيه إبوة مطلوبة تبقى إبوة كاملة لازم يكون فيه ابنوة كاملة يعني إحنا لازم فعلا نعيش كأبناء مش ييجي واحد يتكلم من طرف واحد لا كلنا لازم يكون حاجة متكملة فهذه الإبوة الأب ده ما اللي بيتحي بكل حاجة عشاء خطر ولاده المسيح علمنا الإبوة بكل معانيها الكتاب المكدس علمنا الإبوة بكل معانيها أباء الكنيسة اللي تلعوا السماء علمونا الإبوة بكل معانيها فعشان كده ربنا يتمعونا لكل أب أسكف أو كل أب كاهن يعيش بهذه الإبوة التاني حاجة حارف السين السين ده يعني سلام بدون سلام مفيش أي نموة في رسالة عقوب ثلاثة تمنتراشة بقول إيه صمر البيئ يزع في سلام يعني لو فيه بيت من دمن البيوت مفروض سلام هيعيشه في الفرح ازاي ولا يعيشه في المحبة ازاي ولا يعيشه في النموذ مش حعرف يعيشه ولازم يبقى فيه سلام السلام ده اللي هو سلام المسيح المسيح يقول سلامي أعطي لكم سلامي أكون أعطي لكم ليس كما يعطي العالم أعطي لكم أنا فربنا يدينا السلام عشان كده تملي الأب الأسكف لما يكون موجود في الكنيسة يشول الشعب يقولهم إيه نباصي السلام لكم واحنا نقوله لوحك أيضا السلام المتكامل ده هو اللي بيخلي فيه نموه لكل فضايا اللي بعت كده بقى محبة في خلال السلام فاح في السلام دول الأناه في السلام كل حاجة في السلام والسلام دوت السماء الثالثة من السماء اللي روح لكدس السين بقى ده سيدنا هو سفير المسيح للأرض يقولي السرسول في كدس ثانية خمسة عشيه يقول ناس عكسفها عن المسيح كأن الله يعز بنا اطلبه عن المسيح تصلحه مع الله يعني اللي عاوز يعرف السماء شكلها ايه يشوف السفير بتاع السماء اللي هو الأب الأسكر فبنا يدينا هذه المقاوة وهذا التعليم تالي أخر حاجة اللي هو القدوة كل الأباء اللي انتوا شايفينهم في الأيكونات كلها كانوا قدوة تلعوا السماء الأباء البطاقة اللي قبل كده هم قدوة لينا البابا الشنودة كلنا عارفينه اللي هو واحد يتكلم حيتكلم حاجة كتير قوي كان قدوة عشنا معاه البابا طوى دوس ربنا يعينه كل أب الأسكرف ربنا يعينه الأب الأسكرف مسؤول عن أربعة أو أي أب جاهل مسؤول عن أربعة ايه هما اللي موجودين هو الكنيسة والموجودين في الكنيسة بس مشاوعة لهم ممكن يسيبه الكنيسة واللي موجودين كان قوة كليسة وسابق كليسة واللي الناس بدخلوش الكنيسة خالص ونعرفش عنهم حال خالص احنا كل مسؤولين عن كل نفس بشرية الكلام تريد يتم ازاي؟ من خلال السلام المسيحي اللي في الكنيسة كلنا نتعاون مع الأب الأسكرف ربنا يعينه لما فعلاً حطينا أوشية في التقص الكنيسة أسكره برئيس كهنتنا وشركه في الخدمة الأسكر فعلاً محتاجين صلوات 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 ربنا عينك سيدنا على المسؤولية الكبيرة كلنا فرحانين الأباء كلهم فرحانة المجمع المقدس كله فرحان ربنا يعوضك على تعبك وختمتك وحيزيد فركة أكتر وأكتر وفعلاً الكنيسة حتقول في يوم الأيام نعماً أيها العبد الأمين كنت أمينته القليل أكرمك على كثيراً ربنا معاك بسم الله ابو ابن الروح الكدس لله الواحد أمين فعلاً كلمة المزمور هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهج فيه فعلاً النهاردة يا حبائي فرحة كبيرة جداً للمدينة بتاعتكم وكل القطاع السويسري الفرنساوي ولمدينة مرسيليا وجنوب فرنسا كله بإقامة هذا الأب والراعي الأمين المخلص المحب الحنون اللي تكتمل فيه كل الصفات الحلوة اللي جعلته مؤهلاً من الروح الكدس أن يحمل هذه الخدمة وهذه الوزنة الكبيرة جداً طبعاً يا أحبائي كان كل ما نتمنى في جينيف من زمان خالص عشرة قديمة جداً مع كل الأباء يعني عندنا كنيسة معجرينها وبعد شوية ربنا سمح ودينا كنيسة بات ملك وعندنا أباء كهنة بيخدموا لكن شوف النهاردة ربنا يحب يتوقكم ويفرحكم بإقامة أب أسقف وراعي ليكم يهتم بخلاص كل نفس طبعاً يا أحبائي إقامة الأب الأسقف ما هيش حاجة سهلة يعني ورا الموضوع ده شهور وأيام وسنين وربنا فعلاً يساعد سيدنا البابا تقدروس اللي بيهتم بكل نفس في كل مكان يعني إذا كان الأب الأسقف مش هينام علشان يهتم بينا ما بالكو بالأب الباتريارك والأعباء السقيلة جداً اللي بيتحملها يعني ما تتصوروش قديدة مسؤولية فعلاً سيدنا البابا ربنا يديه الصحة ويعينه ويحافظ عليه ويزيد من الحكمة اللي أعطها له ربنا ويديه طولة العمر سنين وسنين ويغدم ويأسس ويعمل ويعمر ويعمل حاجات كتيرة جداً ربنا يحافظ عليه فالتدرج يا أحبائي الطبيعي في كل إنسان الشخص اللي كان مسؤول عن نفسه ده هو مسؤول عن نفسه وما فيش مسؤولية تانية فهو بيتحمل مسؤولية نفسه لما كل ما يزداد في الدرجة الأب الكاهن مسؤول عن نفسه ومسؤول عن شعب الكنيسة اللي بيخدمها والأب الأسكف مسؤول عن نفسه ومسؤول عن الأباء الكاهنة اللي بيخدموا معاه ومسؤول عن كل الشعب في كل مكان في البرشية أنا فاكر قدست البابا شنود اللي نح نفسه لما رسمنا أساقفة فقال أنا بقيمكم أساقفة أوعد فكاروا بس على الأقباط المصريين لا إحنا بنقيمكم عن مدينة كلها سيدنا أم بكرولس وأسكف لميلانو ليس فقط للمصريين أسكف على المدينة كلها بكل الناس اللي فيها لأن العمل بتاعنا لا يكتصر على المصريين بس بل تمتد الكرازة علشان تضيء وتكون شامعة من وراء في وسط ظلام هذا العالم الحالك اللي بقى حاجة صعبة جدا فما بالكم يا أحباي طبعا بقداسة البابا والمسؤوليات الكتيرة جدا ولما قالوا استلم العصة من على مسبح الله أو من يد الله فمن يدك أطلب دم كل هذا الشعب كلام يا أحباي فعلا ما يخليش حد ينام كلنا نقعد نفكر مع نفسنا ماذا صنعنا وماذا سنصنع فيما بعد سيدنا بكرولس بيقولك جميل جدا في يوم التجليس كلنا فرحانين وكلنا بنزغرة وكلنا بنهيس وفرحانين بميلاد هذه الأبروشية العظيمة فقال الشيء المهم جدا مش يوم بس الاستلام الأبروشية لكن هو يوم تسليم الأبروشية ربنا يعين كل أحد على خلاص نفسه ويعطينا الأخرى الصالحة ويجعل لنا نصيب ومراس مع القديسين وهو ده فرح الأب بلسكه يقول له أنا والأولاد اللي انت أدتهمني أنا بقدمهم لك أمة رب كإناء مختار كزبائح حية تقدم أمام الله بهني أخي وحبيبي نيافة الأنبلوقة على هذه السيامة على هذا التجليس وبشكر من كل قلبي قداسة البابا تودروس على تعبه ومحبته وسهروا في إنشاء أسقفيات وارسال كهنة يخدموا في كل الأماكن أقعد فكروا دلوقتي بس الخدمة في البلاد الأوروبية اللي احنا فيها ده احنا بنسمع في الصين لنا كهنة واليابان لنا كهنة واندونيسيا لنا كهنة حاجات يعني الواحد ما كناش نحلم بها أبدا لكن ربنا يدي الصحة لسيدنا البابا ويعيش ويكرز ويعمر في كل مكان شكرا لمحبتكم وشكرا إن كان يعني يعني أقدر أقول كده الأباء الأساكفر اللي حضروا النهاردة عشان كلنا نفرح بتجليس نيافة الأنبلوقة هنيئة ليك سيدنا وربنا يساعد نيافتك وصلنا عشان ربنا يساعدنا كمان ونفرح كلنا جميعا للاهنة كل مجد وكلامة أتذكر تكوين اتناشر في أول آية يقول له إيه أو في النص كده ودعى الرب برقام فخرج برقام كما قال لها الرب وخرج معه لوط يعني ربنا دعى إبراهيم يخرج لما كان مش عارف هيروح فين فخرج لوط طلع معا محدش مسؤول عن دعوة لوط لكن ربنا اللي دعى إبراهيم فكانت النتيجة إن إبراهيم أخطأ أخطأ جسيمة يقول لمراته إحنا أخوات وقال له تجوزك فراهيم ما يجرى شو حاجة وبعد شوية يكرر نفس الغلط مع أبي مالك قال له إحنا أخوات تاني وننزل لأرض مصر لما حصل في مجاعة يعني بيلخط ومع ذلك الله طغضى وخرج إبراهيم ببركة من أرض مصر من التجربتين بكل مرة وصار أبو الأباء والبركة كلها جاءت منه لغاية ما يجي من الناس والمسيح أما لوط الذي لم يدعوه الله لما خرج على مسئوليته خسر كل حاجة أولاده خسر كل أمواله ومراته بقيت عمود مالحه وخسر كل حاجة حتى اسمه مبقاش مرغوب فيه لارتباطه بالشر في المدينة اللي كانوا فيها القراءة دي تقرأ في بداية الرهبانة يعني ده تقصي صلوات الرهبانة لما يجوا يرهبينه راهب جديد يقول له انت مدعيتش نفسك للطريقة انت ربنا اختارك علشان كده حتى لو غلط شوية الله هيسمحك وهيباركك وهتكون باركة برضه فما يعزي الأصخف والكاهن والراهب انه هو مدعاش نفسه علشان كده لما بيجي يرسمه يقول له ندعوك دعوناك مش انت لدعيت نفسك كان الباب رشنودة له يعني التعليق لطيف يقول في الحاجات دي اللي له دعوة يتفضل اللي ملوش دعوة ملوش دعوة حسن عشان ما يحركش نفسه فما يعزي ان سيدنا ربنا اختاره لهذا المكان ربما هذا المكان من سنين اتخدم من ناس كسيرين وكل واحد يقول يا تارا مين في الاخر اللي هيكون في هذا المكان ولكن الله رتب قدسة البابة تقدروس جيه واتضمت هذه الى ملحق لبرشية فرنسا وكأن الله اللي داعي على فم سيدنا البابة هذا التذكار لما بيقى في ذهن الشعب ولما يبقى في ذهن سيدنا دايما نتعزى تاني نقطة بردو بيقولها في الراهبانة لما يجي واحد يتراهب من جديد تاني قراءة يروها من الشعوع يقولوا يا ابني ان هيأت نفسك للخدمة فهيئ نفسك للتجارب احنا يعني نرتبها كده ان هيأت نفسك للتجليس فهيئ نفسك لايه؟ فيه شوية ريح هتيجي فلازم هيحصل كده ولكن الشجرة وهي مغروسة على مجال المياه تيجي الريح الشجرة تتهز شوية لكن تثبت في العمق وبعد شوية تطلع سمر والريح تبطل ومحصلش حاجة فالحقيقة ان هذا ما يعزينا في حدمتنا ان احنا بنخدم المسيح وعشان بنخدم المسيح المسيح بيسندنا ولازم هيطلع سمر ولازم هتيجي الريح ولازم مش هتعمل حاجة فكلما نتذكر ده كلما يحصل حاجة كده نقول معلش ربنا هو اللي اختار ربنا هو اللي زرع وهو اللي غلص الشجرة وهو اللي هينميها والسمر هيطلع النقطة التالتة ان بولس الرسول يعلمنا من خلال خدمته ككارثة ومعلم المسيحية نتعلم منه ازاي نخدم ازاي كأسقفة وككجهنة وكشعب مرة بولس الرسول معادي عليهم كان في قافس في تركيا في المنطقة اللي خدم فيها كتير ومعادي رايح الأرشالين فكلهم قالوا بص احنا نعرف كراهية الناس ليك في أرشالين لهم بيكراهوك قوي لان انت كنت معاهم وقلبت عليهم فهم هيقطعوك هيموتوك ابعى تعمل كده ايه ما تروحش عشان خاطرنا احنا بنحبك فراح ما اسمعش كلامهم سلم عليهم ودعهم قالهم كل ده انا ما باحتسبه الشيء انا رايح أرشالين ومرة تانية واحد جاب له منطقة وقال له الناس لهذه المنطقة هيربطوه ويسجنوه قال له مش مهم ولا نفسي سمين عندي انا رايح رايح ما اسمعش كلام الناس مرة تانية كان فيه في افاسوس حصلت مظاهرة ضخمة لان بولس رسول بشر الناس بالمسيح فالناس امنت فبطلت تشترك تماثيل فواحد تاجر اسمه ديمتريوسة اخفضة هايج الناس لان التجارة بتاعتهم هاضية والناس هاجت وتجمعوا الاف وقعدوا يصرخوا فبولس ابضوا على اثنين من التلميذ اللي كانوا معاهم فبولس قال انا ادخل اخلصهم دي الولادي هيبهدلوهم هيضربوهم هيسجنوهم رحوا الناس قالوا له بص الناس اللي هم بعض الارخنة وبعض الناس ويمكن غير مسيحيين قالوا له كان فيه صداقة بينهم المرس قالوا ما تروحش واليوهد والتلميذ اللي حقيقوا له ما تروحش لانك لو دخلت المرة دي الناس دي مش بتتفاهم الناس دي هيجا وما هتصدق تشوفك هتموتك على ذلك ما تروحش فراح المرة دي سمع كلامهم يفهم من القصة اندو الايه ان احيانا سيدنا نقترح عليه حاجات يقول ايوان واحيانا نقترح حاجات يقول لا لا بس انا ليه رؤية اخرى فاحنا بمحبتنا وبثقاتنا في الاسقف لازم نتقبل الوضعين مش كل واحد يقترح افتراح وما يتنفسش يبقى زعلان وكل واحد او العكس فلازم نعرف ان سيدنا والاسقف وهكذا كان برس الرسول له رؤية كلمة اسقف يعني ناظر له رؤية وان شاء الله ربنا يدي له يعني رؤية جميلة ومن المعتاد ان الابرشيات بعد فترة بيتغير شكلها وهذا شيء طبيعي ومتجرب في كل الابرشيات اوروبا بمجهود اسقفة اوروبا او عمل ربنا من خلال اسقفة اوروبا اذا صح التعبير لان الله حينما يقيم حد هو له رؤية وهو مرتب واحنا كلنا علينا ان احنا نشترك في هذا الترتيب بفرح بهنيكم بهذا المسئولية الجديدة وان كانت يعني مش صح اول واحد يهني ان هي فعلا مسئولية البابا تضيط بقول احنا ما عندناش حاجة اسمها ترئية عندنا حاجة اسمها حمل يثقل يعني فكل واحد يترقى يحمد اكتر ربنا يعين سيدنا على هذه المسئولية وانتو تشتركوا معاه في حمل السقل حتى تكون ازمنة سالمة هدية مديدة زي ما بيقوله الاسقفة ويكون زمل في زمل في يعني في البر يسرع أو في السلام يسرع البر يان ربنا يديكم كلكم واتقاميل وإلهنا كل مكدا وكرمه وإلا باتاميل نعم 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 أعطب مثل في نفسي أعطب مثل الأسرق الآن والعالمين لأن تحسنًا سنة سنة تحسنًا ومقلتك في سبيل المرحب المترجمات للإعادة وممترجم في سبيل المساعدة لكي اثنًا وممترجم في سنة 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 ومن المساعدات أمان سمونا اير انت دي ماريب اكناي انت كيليني او انت صفتن بيك لاو ست يمونا اي دان ااكتشي بخير يسمو السيسيم اتقوي بنتي مرشي سابك تي بتخلو يبتي اكوب بنو جنقا يتي مأسوس اهلا بيكاتي اقصد انت دبيتي بصوفي ايه انت صلوهن يبني امان براكلي طيب تبليجي اني ابو سطولو الشايسة اي اهريب او خاني مبطاو يا راتن بنيوت الطيوتن عرشي رسي بابا بطاوات موسيقى بداي migاني ايه تمت Learning ايه اللوح اي جنع نت من ق Såدخبه بانقالاته ايه ذهك ت款ه وسب ب Score رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة